بسم الله الرحمن الرحيم هذا حوار بيني وبين فيروس كورونا الإعداد دكتور مصطفى يحي من أنت؟ أنا فيروس RNA لا تراني بالعين المجردة والمجهر الضوئي ما نسبك وعائلتك؟ عائلتي تسمى بعلم الفيروسات الفيروسات التاجية هل أنت جديد أم قديم؟ جديد هل أنت كائن حي؟ لا هل تتكاثر خارج الجسم؟ لا ما سرعة تكاثرك؟ أدخل وحيداً للخلية وبعد أقل من 24 ساعة أصبح أكثر من مليار لماذا سموك كوفيد-19؟ اختصاراً لبعض الكلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 متى كان أول ظهور لك وأين؟ كان في شهر ديسمبر 2019 في مدينة وهان الصينية كيف تنتقل؟ محمولاً بقطيرات الرزاز المتطائرة أثناء السعال أو العطاس هل تنتقل بالهواء؟ لا أحب هذه الواسطة، وقد أنتقل كيف تدخل للشخص السليم؟ من فمه أو أنفه؟ كم تبقى حياً على أسطح الأغراض والأدوات من عدة ساعات إلى عدة أيام؟ ما مدة حضانتك؟ حوالي من يومين إلى أربعة عشر يوماً؟ ما هو هدفك عندما تدخل للجسم؟ أهاجم الجهاز التنفسي وأدمره ما هي بيئتك المفضلة؟ البيئة المفضلة لي هي البيئة الراطبة المظلمة والباردة هل تحب البيئة الجافة والحارة والضوء؟ لا ما هي أعراض الإصابة الأولى بك؟ الحمى، السعال الجاف، التعب والإرهاق هل لك لقاح؟ لا هل لك علاج؟ لا كيف يتم تشخيصك؟ بأخذ مسحة من الأنف والحلق أو البلعوم بماذا تختلف عن غيرك؟ أختلف عن غيري بسرعة انتشاري من هم أجدادك؟ أجدادهم سارس وميرس ورد في الأخبار وجود أدوية تتأثر بها هل هذا صحيح؟ نعم، حاولوا محاربتي ببعض الأدوية الموجودة سابقا عندهم التي تستخدم لغيري ولكنها فشلت في القضاء عليه هل تذكر لنا بعضها؟ زعم البعض أنهم يستطيعون قتلي بدواء الملاريا والبعض حاول قتلي بأدوية إيبولا أو الإيدز أو التامي فلو وأدوية أخرى مضادة للفيروسات لكنها جميعا لم تقتلني وما زلت حرا طليقا أن تقل من دولة الأخرى وبسرعة ما الجديد بمحاربتك؟ البعض يحاول قتلي بلقاح السل ولكنه فشل هل تتأثر بالكبون والينسون والنعناع؟ ماذا الكلام يدعو للسخرية؟ ماذا تحب؟ أحب الإزدحام والمخالطة وقلة النظافة والأماكن الرطبة الباردة ماذا تكره؟ أكره البقاء بالبيت والنظافة الشخصية والتهوية والبيئة الجافة الحارة والغرغرة المتكررة هل أنت تقتل كل شخص تدخل لجسمه؟ لا البعض بص الرعب والخوف بين الناس بالحقيقة 80% من مرضاي يشفون بدون علاج وحوالي 17% من مرضاي يحتاجون لعزل ومعالجة عرضية ويشفون أيضا ولكنني أقتل ما بين 2 إلى 3% فقط من مرضاي ما صفة من تقتله؟ غالبا أقتل المسنين المصابين بمرض مزمن مثل السكري والضغط ومرض التنفس المزمن أو الذين يتناولون الأدوية المهبتة للمناعة وقد أقتل شباب وقد أقتل أطفال ولكن ليس كثيرا هل تصيب الأطفال؟ أعطف عليهم وأدعوهم غالبا تهاجم الزكور أم الإناث؟ وهاجم الزكور أكثر؟ هل تعلمني كيف أتوقق؟ نعم سأخبرك ابقى في البيت وابتعد عن المخالطة والإزدحام اغسل يديك باستمرار وبشكل جيد ومتكرر إذا عطست أو سعلت ضع منديل ورقي على فمك اترك مسافة أكثر من متر بينك وبين الشخص المشتبه تهوية المنزل ضرورية مسح الأغراض بشكل متكرر الغرغرة بالماء الدافئ بشكل متكرر حدثني عن الكمامة الكمامة ضرورية للمريض أو المشتبه به وضرورية أيضا للمخالطين للمرضى والمشتبهين والطاقم الصحي والأهل المشرفين هل كل مرضى تظهر عليهم الأعراض؟ لا قسم كبير من مرضى يصابون ويشفون دون درايتهم ودون ظهور أي أعراض لديهم وقد يكون مصدر لنقل العدوى ممن تخاف؟ أخاف من البحث العلمي والعلماء والوعي والتثقيف الصحي لدى الناس والبرامج الوقائية سيد كورونا هل أنت صنيع مخابراتية؟ هكذا يدعي البعض البينة على المدعي عرفت وجهك الأسود هل لك وجه أبيض؟ نعم فقد أعدت الاعتبار للأسرة وجمعت أفرادها نظفت البيئة وأنجزت خلال عمري القصير ما لم تنجزه مؤتمرات البيئة كشفتها شاشة الأنظمة الصحية العالمية بينت مدى ضعف الإنسان الذي ظن نفسه إلها إنابت البعض لربهم وعسى أن تكون صادقة رتبت أولويات الاهتمام لدى الدول فالعالم بعد سيركز اهتمامه بأنظومته التعليمية والصحية من أطباء وتمريد وصيادلة وعلماء ومستشفيات ومعدات وبحوث وتعليم بدلا مما كان عليه لبذا لا تصيب بعض الدول أنا لا أستثني أحد ولا أستثني أي قومية لكن بيئة بعض الدول لا تلائمني ما نظرتك للمستقبل؟ قد يتوصل إنسان لمحاربة بلقاح أو دواء وممكن أن يكون قريبا هل ضميرك مرتاح سيد قورونا؟ نعم أقد أحدثت صدمة للعقل والضمير البشري وعالم قبل قورونا سيختلف عن عالم بعد قورونا بماذا تنصحني؟ ابقى في بيتك اخسل يدك دائما حافظ على الأكل الصحي ابعد عن التوتر والقلق ارجع إلى ربك وتب إليه وادعوه أن يحميك ويحمي العالم مني هذا هو نهاية حواري مع كورونا أسأل الله عز وجل أن يحمي مصر من كل سوء وأن يحمي كل العالم من هذا الخطر وأن يزيل عنا هذه الغمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته